بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى وحده نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله في الأول والآخر له الحمد في الأولى وفي الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وانتفع بسنتهم إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين إن ربنا بر الرؤوف الرحيم ثم أما بعد فحياكم الله جميعاً أيها الأحبة الكرام فاصل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وأن ينفعني وإيكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ثم أما بعد رحلتنا ممتدة مع هداية هذا الكتاب الكريم وأنواره المباركة وتعليمه المبين النافع يقول الله رب العالمين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قلنا سابقاً إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الكتاب أراد بأحد مقاصده أو من أحد مقاصده أن يميز عبده المؤمن وأن يميز صاحب القرآن عن غيره وأن يجعله صاحب شخصية متميزة لكن أعداء هذه الملة وخصوم هذا الكتاب الكريم يقفون دوماً أو وقفوا ويقفون دوماً لأتباع هذا القرآن ولهذا القرآن بالمرصاد ومن رحمة الله أنجلى لنا مكنون صدورهم وحذرنا منهم وعلمنا ولفت أنظارنا وقال لا تسمعوا لهؤلاء الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن انظر إلى بشاعة الصورة وفضاعة هذا الجرم وهذه الجرأة الممقوتة يعني يقولون في جرأة وعلانية لا تسمعوا لهذا القرآن ما هو هذا القرآن؟ قرآن هو كتاب الله قرآن هو كلام الله رب العالمين والذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا القرآن الكريم الذي هو أساس رسالة التوحيد وعاصب الاعتقاد وأصله وأساسه ومنطلق سلوكيات المسلم الناشئة من اعتقاده عندنا الاعتقاد ليس أبوابا مبوابة وفصولا ومسائل وفروع الاعتقاد عندنا ممارسة وعمل ممارسة وعمل تدل حقا على أن هذا العبد موحد حقا لله رب العالمين ينتمي حقا إلى رسول المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الذي ينهون ينهون عنه وينأون عنه القرآن الذي دعا الله إلى تدبره فأرادوا أن يحولوا بين العباد وبين تدبره وأن يمنعوا المسلمين من تأمله وحصروه في الشعائر والمعازي والمآتمي والاحتفالات وما شابه لكن أن يكون له سلطان على الحياة قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وهذه الآية تبين بوضوح ويكشف الله تبارك وتعالى لنا فيها حقيقة يعترف بها الكفار من داخلهم تكشف لنا بوضوح عن معرفتهم اليقينية عن معرفتهم اليقينية بمدى تأثير القرآن الكريم وبمدى فاعلية القرآن الكريم وإلا ما يكف المسلمين عنه ولا نهوهم عنه ولا اجتهدوا في قطع المسلمين وقطع صلتهم بالقرآن العظيم إلا أنهم يعلمون تأثيره ويعرفون ما للقرآن الكريم من أثر في رد المسلم عن ظلمه وغشمه وبغيه ومعصيته إلى الحق وجدة الصواب لذلك جاهدوا أنفسهم وما تركوا سبيلا يقطع المسلم عن القرآن الكريم إلا وسلكوه ولا مركبا يؤدي إلى ذلك إلا ركبوه لا تسمعوا لهذا القرآن وشوشوا عليه والغوا فيه لعلكم تغلبون وهذه حال ذكر الله تبارك وتعالى من حالهم الذي قصه في سورة فصلة التي منها هذه الآية أو من غيرها من سور القرآن الكريم وهذا شأن أعداء الإسلام وشأن خصوم هذا القرآن يقول الإمام البقاعي رحمه الله تعالى وهذا يدل على أنهم عارفون أن من سمعه ولا هوى عنده ما لا إليه من يسمع القرآن الكريم وما عنده هوى ولا حظ نفس يميل إليه طواعية وقد فضحوا أنفسهم بهذا فضيحة لا مثيل لها وذلك لأنه تحداهم أن يأتوا بشيء من مثله ليعدوا غالبين فلم يجدوا شيئا إلا الصفيرة والتصفيق ونحوه من اللغو في معارضة ما على من أعلى ذر الكلام إلى حيث لا مطمع ولا مرام رحمه الله تعالى ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكمم أفواه الناطقين بالحق والحجة بما يستطيعون من تخويف وتسويل وترهيب وترغيب حتى بالمال ممكن ولا يدعو الناس يتجادلون بالحجة ولا يتراجعون إلى الأدلة لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم أنهضوا وأعجزوا يعلمون أن حجة خصومهم أنهضوا وأن حجتهم أعجز فهم يسترونها ويدافعون عنها أو يدافعونها ويدافعون عن حجتهم لا بمثلها هذه الحجة في مقابل الحجة ولذلك قلنا في حلقة سابقة إن للقرآن الكريم نصيبا في الفطرة إذا تجردت الفطرة من الهوى ومن الملوثات ومن المشغبات تساوقت مع القرآن الكريم واستجابت له طواعية ورضا واستجابت له طواعية ورضا يبقى مش بالحجة لا ولكن بأساليب البهتان والتضليل فإذا أعيتهم الحيل ورأوا بوارق الحق تخفق خشوا أن يعم الناس نورها فعدلوا إلى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحق ويغمرون الكلام القول الصالح باللغو شأنهم إنه إذا حجة الحق ظهرت وأراد الناس أن يتبعوها نحوا أساليبهم كلها واستبدلوا ذلك بالتشويش على حجة القرآن الكريم وعلى تأثير القرآن الكريم وهذا قول الله عز وجل الله أعلم بمراده من كلامه والغو فيه والغو فيه أي شوشوا عليه لعلكم تغلبون وهذا يدل على عجزهم فإنهم عجزوا أن يأتوا بسورة أو بآية أو بعشر سور من مثله ولا بآيات ولا ببعض آيات وذهبت محاولاتهم كلها أدراج الرياح ولم يزل القرآن الكريم باقيا قال الإمام الخطبي ولهذا أسلم جبير بن مطعم رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور حتى انتهى إلى قوله عز وجل إن عذاب ربك لواقع قال فخشيت أن يدركني العذاب وفي لفظ حتى كاد قلبي أن يطير فأسلم أسلم لما تخلص من الهواء ولم تخلص من المؤثرات ولما استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحده فيا أخي الكريم النصيحة لك الآن والفرض عليك الآن أن تجرد مشاعرك وحواسك وقلبك لله رب العالمين وأن تصرف عنك كل لغو وكل حاجب وحاجز بينك وبين القرآن الكريم ثق تماما ستتلذذ بآياته لذة ما عرفتها من قبل ثق تماما أن الله سيلقي في قلبك معانيه كما لم تلقى في قلبك من قبل ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى سيعينك على العمل به كما لم تعن من قبل كل ذلك لأنك جردت نفسك من الهواء وصرفت عنك الشواغل والصوارف واللغوة الذي يلقيه في أمامك وفي طريقك أعداء وخصوم القرآن الكريم فخلص نفسك لله رب العالمين وتجرد ستنتفع بالقرآن الكريم وستذوق حلاوته التي لا تعدلها حلاوة وستنتفع بآياته وستنير قلبك إن شاء الله رب العالمين أسأل الله تبارك وتعالى أن ينير قلبي وقلبك وأن ينفعني وإياك بالقرآن العظيم وأن يعينني وإياك على العمل بما نحفظ ونقرأ ونسمع إن ربنا بر رؤوف الرحيم قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة